بعد إنشاء محمية له عام 2013 في محافظة المثنى وعلى مساحة 500 دونم يعاني اليوم غزال الريم العراقي النادر من الانقراض التام بسبب الاضطراب الإداري بين وزارة الزراعة الحالية والمحافظة ما تسبب بسوء أحوال محمية ساوى الطبيعية التي توشك أن تغلق أبوابها خلال أيام بحسب القائمين عليها الصلاحيات الإدارية والمالية قد نقلت من وزارة الزراعة إلى محافظة المثنى فعندما راجعتنا للوزارة لطلب الأمال لشراء الأعلاف يخبروننا بأن صلاحيات الإدارية والمالية لكم نقلت إلى المحافظة وعندما نذهب إلى المحافظة يخبروننا بأنه لا توجد فقرة أو باب صرف في موازنة محافظة بعنوان شراء أعلاف الناشر يعني الشرفاء من محافظة المثنى الناس المدنيين أنه نحن نمشي نتبرع من ننقذ هذا الغزال من القراض ونحافظ على مكانه والتراثة هو التراث محافظة المثنى هذا يعتبر أنه موطن الأصل ليش نقرض خبراء البيئة يأكدوا أن انقراض غزال الريم العراقي من المثنى هو السمرار لمسلسل فقدان العراق ما بين 50 إلى 60% من مصادر تنوعه البيولوجي والبيئي تعاني مصادر التنوع البيولوجي في العراق عموما والمثنى خصوصا عمليات تدهور وتهديد بالانقراض الواسع النطاق تخمينات والتقديرات المبدئية لدى الخبراء تشير إلى أنه العراق فقط ما لا يقل عن 50 إلى 60% من مصادر تنوعه الاحيائي محمية ساوى تعكس واقعا مأساويا لما تبقى من المحميات الطبيعية في العراق لتودع بذلك المثنى واحدا من أندر الحيوانات في العراق والمنطقة وهو غزال الريم العراقي الذي راح ضحية الإهمال الحكومي والصراع الإداري بين وزارة الزراعة الحالية والمحافظة